أشاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بجهود جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني في إيصال المساعدات مؤكدا أنه بدون هذه الجهود ما كان يمكن تنفيذ أي من عمليات إيصال المساعدات وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أنه تم إيصال 61 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة يوم أمس وهو أكبر عدد من شاحنات المساعدات منذ 7 أكتوبر وأوضح المكتب الأممي أن المساعدات تضمنت مواد غذائية وماء وإمدادات طبية طارئة لفتا إلى أنه تم تسليم 11 سيارة إصعاف و3 حفلات وسرير طبي إلى مستشفى الشفاء للمساعدة في عمليات الإخلاء كما تم إدخال 129 ألف لتر من الوقود إلى غزة